اهلا وسهلا فيك بالبرايفيت ماجازين. وشو بتخبرنا اليوم عن الموسم السياحي لعام الفين وتلاتة وعشرين. اول شي اهلا وسهلا في كن ست ميري وضيوفا واهلا وسهلا بالجميع. ونحن سابق عنا تجربة قوية كتير مع حضرتك ومع شخصك القريم انت صديقة حميمة ع قلبنا. وصديقة الجمهور كله يعني متل ما بقوله. اسم الله عليك ما بتقصري ولا باي واجب ولا باي تفاصيل. اه نحن اليوم عنا مشروع اسمه اشفرن فيل هايدي فاميلي بزنس. نعم. عملناها بلشت معنا اسسناها بفترة كورونا. نعم. بالالفين وتساطعاش. العالم هيكي رجعت بتحب شوي كان كان فيه حجر وهي القصص ما قدرت العالم كتير تظهر من بيوتها. فقررنا نعمل هيدا المشروع هو عم نرجع العالم للأوثنتيك لايف يعني متل ما شايفه اه كل شي تاخدوه اوثنتيك فود من عنا. عنا البيض البلدي عنا البط الوز الغزيل. البتزو عنا البتزو مشروعنا في البتزو رستورانت روف توب بار مكل ما شايف احدت تيك. بيقدر واحد يجي ياخد درينك مهضوم ايكي. بيقدر يقضي ليلي عنا تن هاربي وعنا. في بانجالو كاماين بحظات. في بانجالو في حسب الطلب يعني حسب العالم شو رغبته وكيف التفاصيل. نا. اكيد بالصيفية اه عنا هيدا القعدي اوتدور. وبالشيطة عنا اندور كمان. كوزي بلايس هيك بسعشي اربين شخص. حد البومفير واجواء. واكل هوم ميد مية بالمية وثلاثة اربعة من ارضنا نعم نشيل يعني كل شيء ناترال. اه تقريبا في كنت قولي هلأ مية بالمية. كل شيء الاغلبية للقصص بلدي. نعم. استاذت فيها عم نلاحظ ان العالم عم ازا بدك عم بتحب تقصد الجبال والاشياء الطبيعية لشو بيعود السبب اه اول شيء بيهربوا من عجقة بيروت ومن عجقة السير وحتى بتعرفي هلأ نحنا لبنان ازمة كهرباء ازمة ماي ازمة كل التفاصيل يعني بده شوية الانسان ينفس عنها هيك موهم فكره شوية بيتجه للجبل بيجو بيغير يوم بيقعد له يوم يومين بيغير هيك بيعمل للكاركتر طبعوله لشخصيته لان اه روحه يعني بالنهاية ما الجسم شو بريد يتحمل نعم نحنا عنا اسباب اقتصادية كتير اسباب امنية وسياسية والوضع السياسي بزيء يعني بلدك بحاجة ع طلة نفسي لتظهر من 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 بيروت كرمال تطلع تاخدي فراش اير متل متل هكي جلسة لها المنازل الحل اللي عم نشوفة مهم المية اكل هالثي فود وهكي بيكون عمل شوية رفراشنج لجسمه الانسان اللي يرجع يقدر يستمر يعني نعم بتلاحز شي انه هيدا الموسم كثير فيه اذا بدك نشاطات سياحية واحتفالات واسس يا هل ترع انه نحنا اليوم تخطينا الازمة الاقتصادية ضمن هالاشا اللي عم نشوفها يعني بتحس لبنان بعرس رغم كل شي عم بيسير علا هو الشعب اللبناني لا يكهر يعني قد ما بيتحدى كل المصاعب وكل الازمات والحمد الله وما تروح اللبناني معمر بلاد العالم كلها سوا نعم مشكلتنا نحنا هون انه ما عم نقدر نقوم ببلدنا وبالرغم من كل هالمواضيع كت الخير الله اللبناني بيحب الحياة بيحب البسط بيحب الالفي بيحب المحبة بطبيعتنا شعب كريم معطاء يعني قد ما يصير باللبناني نحنا لا نقهر شعب لا نقهر متل ما بيقوله نعم اساس توفيق انت مش مستشط بالمصلحة السبق وكان عندك امسيات النجوم ما بيشوني فما بقى اليوم شو الفرق بين بيروت وبين الجبل تأسيس مؤسسة سياحية هلأ بالجبل بتعاني شوية مشاكل كون البعد عن المدينة واكيد بتعرفي الازمات الاقتصادية اول شي ما يعني بيتأثر فيها ابن الجبل لعنه عنده ضح مدخوله قليل المدخول الفردي كذلك العمر بس كتر خير الله بالرغم من كلها الازمات اليوم بيلحقوا اللقمة الطيبة بيلحقوا الاستقبال الحلو اه بيلحقوا الاعدل الحلوة واليوم شو بدو الانسان انه غير غير جو وهكي بيبية هو حلو طلق عارفتي كيف يأكل اكل طيب يشرب عرقات طيبين يشرب الكل نظيف عالبلدي عالبلدي يعني برو يرجع الانسان عالبلدي هلأ اكيد الاشغال ببيروت بتكون اكتر اكيد فيها اكتر بس كمان عندي يعني حضرتك وكبتي كيف كان عنا موسم تحت كتير اول محل كان مقلع طيارة بالنهاية وضع السياسي الازمات من بعد غير مستقر انفجارات اغتيالات تفجيرات نهر البارد اه اه قطع علينا كتير قصص تفجيرات زيك لما يوضعوا برشورات بيجوني اليوم جيدة ويكون انفجارات وقصص يعني الوضع مأساوي تحت واكيد اه يعني الله يعين للعالم ويكون بعونهم بالجبل بيضل في اكتفاء ذاتي شوي يعني لو البزنس منا كتير قوية بس انو كتر خير الله بيأسس الواحد لو اصلهم درجة درجة. اساستو في الاشعر اكيد البدو يقصدكن وين بيقاح المشروع السياحي. نحن بضايع اسمها الخرايبة تشوف ابعيدة عن دائر الامر اه خمسة عشر ديئة اه بلزق المختارة دغري فق المختارة دغري. وعلى طريق شلالات نبع مرشد اكيد شلالات نبع مرشد سلو ستين سنية بهيدا الضمان. نعم. فقم انو بعيد كيلومتر. اسمها الخرايبة تشوف طريق العام. نعم. وميت اهلا وسهلا فيكن وبكل ضيوفكن. تانكيو اساس توفي ونتمنى لكم التوفيق اكيد بكلم شاريعكم والخطوات اللي عم تقوموا فيها. شكرا. اهلا لكم ارصيها على الجلسة الحلوية. شكرا.